موسيقى نشأ القارئ المغربي عبداللزهاني في عائلة ريفية تتميز بحفظها للقرآن الكريم وهي البيئة القرآنية التي تربى فيها ومن خلالها حافظ القرآن الكريم ليتمه كاملا في الرابعة عشرة من العمر ولم تتوقف رحلة القارئ عبداللزهاني عند الحفظ فحسب بل انتلق في رحلة ثانية يطلب فيها الإتقان من حلقة قرآنية إلى أخرى ومن مدرسة إلى معهد يتلقى العلوم الشرعية شأت في بيئة لهاصلة بالقرآن الكريم فأخذني أبي رحمه الله إلى المسجد بعد أن بلغت في السن السابع من عمري فبدأت والحمد لله أحفظ القرآن في بادية في مسجد كان قريب من البادية التي أقطنها على أحد الشيوخ فمكثت هناك برهة من الزمن وأنا أحفظ القرآن على هذا الشيخ الكريم ثم انتقلت إلى أحد الشيوخ أيضا فحفظت عنه قرآن الكريم والقرآن الكريم في البداية كان صحبا علي لأن الأمر يتطلب وقتا طويلا وأنا آخر العنقود فكان هدف أبي رحمه الله هو أنني أحفظ القرآن الكريم فكان يساعدني في كل صغيرة وكبيرة من أجل أن أذهب إلى المسجد لأحفظ القرآن الكريم والحمد لله بدعائه وبدعائي عائلتي لكي أحفظ القرآن الكريم بدأت أتأثر بمجموعة من الشيوخ الذين كان لهم فضل علي ومن بين الشيوخ الأوائل الذين كنت أسمع إليهم شيخ عبد الباصد عبد صمات رحمه الله ثم شيخ المغرب عبد الجابر الحياني ثم شيخ عبد الرحمن بن موسى ومجموعة من الشيوخ الذين كان التسجيل في ذلك الوقت ولكن الحمد لله في هذا الوقت تيسر لمجموعة من الشيوخ لكي أستمع إليهم لكن التأثير الأول كان مع هاته التلة ومع الشيخ الذي له فضل أيضا علي شيخ الصديق المنشاوي الذي له صوت جميل فكنت أستمع إليه وكان من الذين حببوا إلي حفظ القرآن الكريم تحولت إلى القراءة بعد أن حفظت القرآن الكريم والتحقت بأحد المعاهد القرآنية بالمغرب فبدأت أدرس قواعد التجويد وقواعد الأداء الصوتي فكان مجموعة من الشيوخ يساعدونني في أن أصل إلى ما أريد أن أصل إليه والحمد لله كانت أول مشاركة إليه في مسابقة دولية سنة 2005 كانت هذه المسابقة بدولة فلسطين الشقيق بعد أن حفظت القرآن الكريم ذهبت إلى مجموعة من الشيوخ لكي أتقن قراءة القرآن الكريم وكان الفضل بعض الله سبحانه وتعالى يرجع إلى أحد الشيوخ الشيخ إبراهيم عروق الذي أكن له الاحترام فكان يساعدني في كل صغيرة وكبيرة من أجل أن أسقل لساني في تلاوة القرآن الكريم بمدينة مكناس هذا الشيخ يسكن بمدينة مكناس سنة 2003 ثم بعد ذلك كنت أذهب إلى أحد الشيوخ أيضا شيخ عبد إلاش بوك الذي له صلة وعلم بأداء الصوت والحمد لله كنت أقرأ عليه القرآن على ما يقرب سنتين أو ثلاث والحمد لله بعد ذلك ذهبت إلى أحد الشيوخ بمدينة سلاء الشيخ محمد السحابي حفظه الله ورعاه والآن أقرأ عليه رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق والحمد لله قد قاربت إن شاء الله لكي أختم عليه هذه الرواية وإن شاء الله ستكون إجازة فيها إن شاء الله ثم بعد ذلك أدرس مع مجموعة من الشيوخ ما يتعلق بالقراءات القرآنية ما يتعلق بمراحل التعليم في قواعد التجويد حفظت القرآن بدون قواعد لكن عندما أتيت إلى هذا الشيخ فبدأت أقرأ عليه القرآن ويصحح لي ما يتعلق بالصفات والمخارج وكان يستمع إلي ويصغي إلي ويعطيني وقتا كافيا من أجل أن أستفيد من علمه وأن أنهل من معينه وكان حفظه الله من بين ما وقع بيني وبينه أنني يوما من الأيام كنت أقرأ عليه آية فبدأت أتلتع فيها وصعبت علي وشقت علي وهو يبتسم في وجهي فيقول إنها قراءة جميلة إنها قراءة جميلة أبشر أبشر فهو ساعدني بذلك الجبل الذي كان صعبا عليه أصبح سهلا هذه من حكمته ومن خصاله حفظه الله ثم ما يتعلق بالأداء الصوت عند الشيخ عبد الإله الشبوك فكان أول أداء له معي هو ما يتعلق بمقام البيات هذا المقام البيات هو أول باب وأول مفتتح يفتتح به جميع القراء من أنه فلا يمكن لأي قارئ أن يرتل أو أن يحقق أو يجوذ القرآن الكريم دون أن يبدأ بهذا المقام مثاله هو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ثم بعد أن يأخذ القارئ من الشيخ هذا الأداء الصوت ويتقنه بفروعه ثم ينتقل إلى مجموعة من المقامات ما يتعلق به مقام الرصد أو مقام الصكة أو مقام العجام لكن شريطة لا يؤثر هذا النغم على الأحكام أما إذا أثر هذا الأداء الصوتي على الأحكام فهنا يدخل فيه كلام وكان الشيخ إبراهيم عروق الذي كان يدرسني قواعد التجويد كان يشدد عليه أن أخرج كل حرف من مخرجه ونحن عندنا في المغرب رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق فهي بخلاف الروايات الأخرى التي تدرسه في مجموعة من الأقطار فرواية ورش لها أصول ولها فرش 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 ويتعلق بها ولا أصول ما يتعلق بترقيق الراء فهذا لا يوجد عند مجموعة من القراء مثل قوله تعالى أم يقولون افتراه هنا عند إمام ورش من طريق الأزرق ترقق الراء ثم هذه الرواية رواية ورش التي اتمدها المغاربة والحمد لله هي رواية تمتاز بمجموعة من الأشياء كالمد الطويل مثلا في المنفصل أو ما يتعلق بترقيق الراء أو ما يتعلق بترقيق اللام أيضا في قوله تعالى عفوا ما يتعلق بتغليظ اللام وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاءُ فهنا إمام ورش رحمه الله يفخم يغلظ هذا اللام على خلاف رواية مثل رواية حفص عن عاصيم فهو يقرأها وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءُ فهذا ما يتعلق بالفروق التي لها صلة بعلم القراءات برواية ورش عن نافئ من طريق الأزرق أو رواية حفص أو أحد الرواية الأخرى تتلمذ القارئ عبدالله الزهاني على يد كبار قراء المغرب وقراء مكناس خاصة وسقل موهبته بالدراسات الجامعية حاملاً الإجازة في العلوم الشرعية ورغم انشغالاته وانكبابه اليومي على القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً إلا أنه يتابع بإصرار أبحاثه الجامعية من أجل إحراز شهادة الدكتورة ما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الحافظ المرتل لكتاب الله سبحانه وتعالى أهم هذه الشروط أن يكون عمله وقراءته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أن يتميز هذا القارئ بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة مصداقاً لقوله عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فبإخلاص هذا القارئ هذا المرتل هذا الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى في قراءته تجلب له المنفعة الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة تجلب له المنفعة والمصلحة في الدنيا مع ما يتعلق بالمجتمع وما يتعلق بالمستمعين الذين يستمعون لقراءته وكأنها أنزلت الآن وفي الدنيا بنيل الجزاء الأوفر ثم الشروط المهمة والكبرى أيضاً الإيمان الراصخ الذي لا يتزعزع ولا يلين ثم العزيمة أن تكون له عزيمة قوية التي لا تعرف الخورة ولا الكلل في أن يستطيع بوحده أن يكون عصامياً يجتهد مثلاً في حفظ مجموعة من المتون التي لها صلة بعلم القراءات والتي لها صلة ما يتعلق بعلم التجويد لكي يسقل لسانه لذلك قال الإمام بن جزاري رحمه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوذي القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضاً حلية التلاوة وزينة الآداء والقراءة ما يتعلق برحلة مع القرآن الكريم في الملتقيات وفي المسابقات الوطنية والدولية بدأت في سنة 2003 عندما شاركت في أحد المسابقات الوطنية مسابقة محمد السادس الوطنية ثم بعد ذلك ترشحت من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2005 بأن أمثل بلدي المملكة المغربية في مصابقة الأقصى الدولية بفلسطين والحمد لله فذهبت وشاركت في هذه المسابقة وأخذت المركز السادس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك شاركت في مصابقة ليبيا العالمية سنة 2006 ثم بعدها شاركت في مصابقة القارئ العاربي بالجمهورية اللبنانية سنة 2011 والحمد لله أخذت في هذه المسابقة المركز الأول فكانت هذه المسابقة فاتحة خير علي وعلى كل من له صلة بي وفتح مبين فكانت هذه المسابقة صعبة فكانت فيها خمس مراحيل المرحلة الأولى تقرأ في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك تمر إلى المرحلة الثانية ثم تقرأ في الثانية ثم إلى المرحلة الخامسة لإعلان من سيفوز بلقب القارئ العربي وكان بفضل الله سبحانه وتعالى أن حزت المركز الأول فيها ثم بعد ذلك شاركت في مصابقة تونس العالمية سنة 2012 وأخذت المركز الخامس ثم بعدها مصابقة روسيا الدولية سنة 2013 ما يتعلق بأنواع القراءات في المغرب والحمد لله فقراء المملكة المغربية لهم علم ولهم باع في هذا الميدان فمنهم من يرتل ومنهم من يدور ومنهم من يقرأ بالحذر ومنهم من يقرأ بالتحقيق لكن التحقيق يكون خاصا في المحافل في المناسبات في الملتقيات ما يتعلق بإمامة الناس في المسجد الغالب على قرائنا الكرام حفظهم الله أنهم يقرأون بالترتيل وكثيرا ما نجد هذا الأمر مثلا في صلاة التراويح في شهر رمضان الأبرك ومنهم من يقرأ بالتدوير ومنهم من يقرأ بالحذر لكن الغالب أنهم يقرأون بالترتيل ومثال ذلك قول سبحانه وتعالى على الترتيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا لو على سفر فعدة من أيام نخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هذا ما يتعلق بقراءة الترتيل لكنها صعبة لدى المشفعين مثلا في صلاة التراويح يصعب عليهم بأن يقرأوا بهذا النور لكن غالبا ما يقرأون بالحظر والتدوير هناك بين الحظر والتدوير كأن يقرأوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تحصل القارئ عبدالله الزهاني على مراتب متقدمة في المسابقات المحلية والدولية التي يشارك فيها سفيرا للقراء المغاربة وأحرز الجائزة الأولى فرع الترتيل في مسابقة القارئ العربي التي تقام في لبنان وهو أيضا من الفائزين بالمراتب الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية لحفظ وتجويد القرآن الكريم وهو بالإضافة إلى هذه الأنشطة يتولى إمامة مسجد عمر بن الخطاب في مدينة مكناس